مرحبا بكم دكاتر اشلونكم ومشاء الله تكونوا بخير اليوم راح نبدي جزء جديد وحتى محاضرة جديدة اللي هو في جينيتال بارت جينيتال بارت هذا من EGU مثل ما نعرف هو جزء الثاني نتكلم بها عن جهاز التناسلي الذكري والأنثوي تمام الانتوا من والتهم طيب احنا نعرف جينيتال أورغانز موجودين وين بالبداية موجودين في الحوض الحوض هذه احنا نسميناها بيلفز تمام بيلفز هذه بيها جينيتال أورغانز كليتها سواء في الذكر والأنثى فاحنا بالبداية محتاجين نعرف شنو محتاجين شوية لاند ماركس نعرفها على بوني بيلفز وثم ندخل على الفيسر مالتنا في محاضرات القادمة فتعالوا اياي اول شي اللي ناخذها هو بوني بيلفز بوني بيلفز اللي هو الحوض مالتنا خلينا نشوف الانتوا من مالتها شنو هي بيلفز هذا كمعلومة أولية قاعد يقول لك هي مو عظمة وحدة لا هي عظام متكونة ويا بعض متكون لك هذه المنظر المنظر هذا كلها على بعضها احنا نسميها شنو بيلفز نسميها أو بوني بيلفز طيب هسه تسألني دكتور هو بيلفز متكون من شنو والله متكون على انتيرير ونحية لترال عظمتين عندك شبيرات زين هذه العظمة اللي قاعدة تشوفها هسه هذه العظمة كلها تعتبر اسمها هيب بون نسميها هيب بون احنا اخذناها في لورلم السنة اللي فاتت زين وعلى ناحية ثانية همنا هذي هيب بون نفس التأشير زين لحد هنا طيب هذي اول نقطة فهيب بون على ناحية رايت وليفت متجمعين ويا بعض زين اضافة الى عظمة عندنا وهذه العظمة اللي قاعدة تشوفها هنان هذي اكيد تعرفها اخذناها همنا في ميديول الفاونديشن هذه السكرم وجواها اكو عندي شنو جواها عندي كوكسك تمام سكرم وكوكسك اذا بيلبس متكون من عظمتين اساسيتين تمام من وراء وعظمتين على ناحية انتيريار وناحية لترال فهذا تعتبر شوف هذه جاية قدام هو ناحية انتيريار صاير ناحية انتيريار ولترال سميناها انتيرولترالي اما من ناحية وراء هي عظمتين هذه السكرم زين والتي تحتها كوكسيك فإذن بوني بيلفيس متكون من شنو شوفوا إيايا هاي أنا بالبداية عندي على ناحيتين طبعا وهذه تعتبر شنو من ناحية أنتيرولاترالي قدام والجوانب وإضافة إلى سكرام كوكسيك مثل ما شفناهم هم صايرين وين صايرين وراء شاطر بوستيريلي قاعد يقول لك هذه هيب بونس اثنيناتهم زين يجون يسووا لي شنو يسووا لي articulation يعني تمفصل زين اشلون بالله يتمفصلون ومنين تمفصل مالتهم أول شي تتقسم إلى جزئين جزء انتيريير وجزء بوستيريير ركزوا إياي بهاي صورة هسا هذه هيب بون وهذه سكرام خلينا نرسمها باللون الأزرق حتى نشوفها هاي هيا سكرام احنا عدنا أي التقاء عظمتين مع بعض هذي جوينت صح فأول جوينت اللي وينا زين طالما السكرام هو ورا فسمينا هذي الجزئية سميناها شنو سميناها الجوينت هذا ساكرو إيليك جوينت سميناها شنو ساكرو إيليك جوينت زين وين الهيب دكتور لأن هذي الجزئية العلوية من الهيب بون اسمها إيليم اسمها شنو إيليم زين هذي أول جوينت هذي بوستيريير اللي من ورا اما انتيريا اللي عندي عظمتين الهيب زين مثل ما تشوف متجمعين ويا بعض متجمعين عنده شنو متجمعين عنده هذي الجزئية هذي الجزئية احنا شنسميها نسميها والله سينفيزيس بيوبس عبارة عن كارتلوج هذي فطالما التقت عظمتين ويا بعض زين هذي احنا نسميها جوينت هذي اسمها السينفيزيس بيوبس هذي الجزئية فهذي مثل ما تشوف سكرم كانت ورا ومن قدام كان عدنا شنو هذي الجزئية اللي سميناها بيوبك سينفيزيس او سينفيزيس بيوبس نفس الاسم اذا هنانا ويا انا يلا اول شي من انتيريير من انتيريير مثل ما تشوف اش عندك ارتكوليت انتيريير اللي تفورم السينفيزيس بيوبس هذي نوع من انواع الكارتلوج يسموها سكندري كارتلج جينس جوينت جوينت صاير بالكارتلج بالغضروف نزين اما من ورا لا هذي مثل ما قلنا لكم هبون هذي تروح من ورا تسوي ارتكوليشن ويا سكرم فبالتالي كان لك جوينت اسمه ساكرويليك جوينت وهذي تعتبر نوعه سينوبيل بلين جوينت تعال سريعا خلينا نشوف بوني بيلفس هيا هذي هذي هبون شوفوا هذي كلها نسميها هبون تمام تشوف هذي لوحدها وهذي من على جهة الثانية تشوف هذي كلها هبون هبون هذولي ملتقين ويا بعض زين قلنا لكم نسوي جوينت وجوينت هذي تكون لي قدام وين لي قدام هيا نشوف هذي هبون هذي هثون سينوات على جهتين نسويل جوينت اسم هذا الجوينت اللي احنا نشوفه هنان بهذه الجزئية نسميها شنو نسميها سينفيزس بيوبس تمام سيمفيزس بيوبس نسميه طيب سينفيزس بيوبس هذي تكون من قدام لشنو لي بوني بيلفس طيب حلو هذه أول نقطة نقطة ثانية قلنا لكم لو جاءت أنت تشوف هذه هبون تمام دعيني أشوفك منظر الثاني دعيني نشوفه من وراء حتى شنو ومن فوق شوي حتى تشوفه شلون صاير طالع لي قدام وصايره ناحية لترال شوفوا إيايا هسا هيانة هذه ناحية لترال وكذلك هو صاير أمام تمام قدام صاير هذا منه هبون كليتها حلو إذن أنا عندي أنتيرولاترالي هبون إضافة إلى هذه كان عندي من بوستيرير يعني هسا هذي حوض مالتنا شنو هذي اللي وراء هيا عفون هذي اللي وراء مثل ما تشوف ماسكين ويا بعض تمام ويا هبون عندك عظمتين اثنين هيا هذي سكرم واللي جواها هذي الصغير اللي احنا نسميها شنو نسميها كوكسيك تمام فقرات العصاصية خلينا نشوفها من قدام هيا أنا هذي كوكسيك وهذي شنو اللي سميناها سكرم طيب هذولي سكرم ويا ويا منو ويا أول جزء من هبون اللي احنا هذي الجزئية نسميها شوفوا يا هاي الجزئية لوحدها تشوف هاي الجزئية لوحدها احنا نسميها إيليم على العموم إيليم هذي قاعد يسوي جوينت ويا عظمة عظمة اللي احنا سميناها سكرم فاسم هذا الجوينت اللي هنانا زين سميناها شنو ساكرو إيليك جوينت ساكرو إيليك جوينت طيب عدنا احنا نورمال آنتومي كالبوزشن لبيلفس زين ايش لون احنا نحدد نورمال بوزشن لبيلفس كآنتومي قاعد يقول لك والله عندك انت تو بلين تمام بلين الأولاني هي عامودي نسميها و الثاني نسميها هوريزونط بلين تمام هذولي عدهم لاند ماركس ولاند ماركس هذولي هم اللي يحددوا لي Vertical أو Horizontal بلين يعني لوجينا على هاي الصورة شوفوا ياي عندك هنانا مثلا بالهوريزونط بالعرض عندك شنو هذي هذي كوكسيك تيب مالت يعني قمتها نسميها تيب كوكسيك تمام لوجيت أخذت الخط هذا ووصلتها لسنفيز بيوبس فهذا يعتبر شنو يعتبر Horizontal بلين تمام لبوني بيلفس تمام هذي أول جزئية طيب في Normal Position أيضا عندي Vertical Plan Vertical Plan هذي واصل منين لون شوفوا هذي الجزئية نسميها Anterior Superior Iliac Spine نسميها شنو Anterior Superior Iliac Spine هي شوكة طالعة من عظمة Ilium تمام فهي صايرة فوق وقدام هذي توصل لوين لتوبيركل البروز تطلع من شنو من البيوبس يسموها Pubic Tubercle فهنانا يرسم لهذا السهم الأسود اللي دا تشوفه بالعمود هذا نسميها شنو نسميها Vertical Plane فقره ويا يشوف Anterior Superior Iliac Spine وهي Pubic Tubercle هذي يكون لك شنو يكون لك Vertical Plane أما Tip of Cuxic ويا Upper Border من Syphysis Pubis هذي يكون لك شنو يكون لك Horizontal Plane عدنا Two Plane كان موجودين ويانا واحد اسمه تمام Vertical والثاني اسم شنو والثاني اسم Horizontal لو تلاحظ على Horizontal هيانا هذي تمام هذي اللي احنا سميناها Horizontal Plane جاي امتداد من شنو من Tip of Cuxic لحد شنو Upper Part من Syphysis Pubis أما Vertical جاي منين لوين شوفوا هاي الجزئية اللي قاعدة تشوفها هيانا زين هذي الجزئية احنا نسميها Anterior Superior Iliac Spine واصل لحد وين لحد هذي الجزئية هذي الجزئية احنا نسميها Pubic Tubercle نسبة انه هي جزء او بروز من Pubis تمام فشوفوا اللي اياه هنان على السريع هيانا هذي اللي احنا سميناها Anterior Superior Iliac Spine زين وجاي وياه امتداد من هذه العظمة جزء منها اللي احنا سميناها شنو اللي احنا سميناها Pubic Tubercle وهذي اللي شفناها تمام Horizontal Plan ويا Upper Border من Syphysis Pubis تعالوا ويايا على العظمة سهلة جدا وحلوة اخذناها قليل شوية اللي هي Sacrum Sacrum هذه واحدة من Vertebral Columns واحدة من اجزائها يعني تمام وشكلها مثل ما شفناها كانت مثلت وكذلك متكونة من خمس فقرات وهذه خمس فقرات من ديميجين ويا بعض 5 في يوز Sacral Vertebrae شوفوا هاي الصورة هايانا هايانا الوحدها هايانا سكرم تشوف هاي شكلها مثلثة صاير على فكرة هذي مثلث مقلوب على فكرة زين لأن قاعدة مالتها بيز مالتها بعد شوية راح اقول لك صاير الفوق وأبكس مالتها صاير تحت هذي S1 S2 S3 S4 S5 S3 بالبداية قاعد يقول لك هذي عدها شنو مثل ما ذكرت لك قبل شوية عدها بيز وعدها ابيكس ابيكس مالتها تحت خلينا نأخذ الابكس ابيكس مالتها مثل ما تشوف جواها قبل شوية شفنا منوعة عدنا اللي عدنا هو وكوكسيك زين فهذن هذه العظمة تسوي articulation وهي زين سكرم تسوي articulation وهي كوكسيك هذي أول نقطة هذي من تحت اللي هي الابكس اذا ابيكس مالتها directed downward زين و articulate وهي كوكسيك فشوف هنا نش كاتب لك directed downwards و articulated يتسوي وهي كوكسيك اما بالنسبة للبيز البيز اول شي البيز مالتك مثل ما تشوف بيز هذا هيا هو هذا كل بيز اذا هو directed شنو upward مثل ما تشوف زين اضافة الى هذا اللي يكون لك البيز هو S1 تشوف S1 هذي كلها يكون لك البيز بيز هذا اللي يكون ها S1 S1 مننا نطلع كأنه فاتح ايدينها هذه الجزئية اللي نسميها تمام Allah of Sacram نسميها شنو نسميها Allah of Sacram بروس يسموها Transverse Process زين يسموها شنو يسموها Transverse Process of Sacram of S1 طيب احنا نعرف كل فقرة عدها body زين عدها كرش هيا هذي جسم الفقرة زين تشوف هذي الدوار الكبيرة فعند الكرش هذا عند البطن عدنا شنو عدنا border البوردر هذا يسموه promontary of sacram أو sacral promontary زين مو هذن عندي Transverse Process تمام سميتها Allah of sacram عندي حد أو border زين من قدام anterior للي S1 للي S1 body هاي body مالت سميتها شنو sacral promontary أو promontary off sacram يسموها نفس الاسم طيب هذي ثاني نقطة ثالث معلومة يقول لك شوف ايا احنا هنان فوق S1 ايش عندك عندك همينا فقرة هذي الفقرة اللي احنا نسميها L5 اللي هو lumber lumber تيجي تسوي joint هي S1 زين فنسمي هذا joint شنو lumbo sacral زين lumbosacral joint joint هذا ما بين منو ما بين L5 تمام و S1 عن طريق دسك احنا نسميها intervertebral دسك صلى الله بارك فشوفوا ايا احنا ايش قاعد يقول لك اول شي قاعد يقول directed تمام directed upwards base multi و متكون من شنو متكون من body of S1 و alla of sacrum و alla of sacrum هذا احنا سميناها شنو سميناها expanded متوسع يعني transverse process من S1 طيب حلو S1 هذي تجي تتحد او تسوي articulation ويمن وي L5 عن طريق intervertebral disk الجوينت هذا اسمه شنو نسميها lumbosacral joint قدنا لكم قدام الفقرة ازين ابكر شمال بالbody مع S1 عندك border والborder هذا صغير قدام anteriorly project ازين نسميها شنو سميناها sacral promontory تمام الاسم هذا ممكن تنسئل بيها في mcq اوكي نسموها شنو في العمل و mcq مهم هذا بالاسم sacral promontory بقال نشنو بقال نعد نسيرفس وسيرفس هذا يسموها pelvic surface سكرم هذا طالما هي قاعدة او عدها joint هي البلبس تمام الحوض فهذه الجزئية الامامية منها يسموها شنو surface مالته يسموها pelvic surface تمام نسبة انه هي متجه الوين ل pelvic pelvic bones او البلبس نفسها طيب هذي شنو بيها surface هذي شوفوا ايايا اول شي بس قاعدة يقول لك هي تصير concave يعني مقعرة هشوفك بال3D احسن تلاقيها مزين واضافة انه هي تصير قدام قدام صايرة لان اكو surface هم وراء هذه body يسموها doors surface ما علينا انت شنو تشوف بهذا surface تشوف اربعة ثقوب على كل جهة four pairs of foramina تمام foramina هذا يسموها شنو anterior sacral foramina هم قدام صايرين لولا نعم هم في sacral one لولا نعم هم foramina لولا نعم زين فشوفوا ايا هنا اذا pelvic surface قاعد يقول لك concave smooth directed forwards downwards صايرة قدام وتحد اضافة الى بها four pairs من ventral sacral foramina وهذا هم من سؤال يومهم يجي يقول لك ventral sacral foramina شنو تمر منها والله تمر منها شنو ventral remain sacral nervous nervous nervat acu نسميهم sacral nervous على اسم العظمة تطلع من نانا لان تعرف انت احنا عدنا spinal cord توصل هنا وتنطي البرانشات مالتها في sacram عن طريق هذه الفتحات تبرز لبر هذه sacram مثل ما نشوف ها تمام هذه همينا من ورا مثل ما تلاحظ هي triangular bone تمام متكون من five fused bones تمام vertebrae طيب مثل ما قلنا لك هي apex مالتها متجه لي تحت حتى تسوي articulation ويمن ويا هذه العظمة اللي احنا سميناها coccyx عما بالنسبة من فوق لا من فوق عندك مثل ما تشوف هيا هذه sacram عندك articulation آخر ويا عظمة أو فقرة اللي احنا سميناها L5 سمينا joint مالتها Lumbosecral joint عن طريق هذه intervertebral disc مثل ما تلاحظ عليها شوف ايا هذه intervertebral disc اللي هي اقراز غضروفية اللي نسميها طيب اضافة الى هذه S1 مثل ما تشوف هسا هذه S1 مثل S1 هذه مثل ما قلنا لكم كانوا فاتح يديها اطراف هذه احنا سميناها شنو سميناها All of Sacram اضافة الى هاي قلنا لكم فقرات مثل ما تشوف هسا هذه بضيعة هاي تشوف هاي جزئية مثل صايرة دويرة مثل كريش صاير هم نفس السالفة موجودة وين في S1 بس بشكل مندمج تكون فجزء الامامي من هذه الفقرة خلينا نشوف ايا بالضبط تحديدا وين داع شي هاي انتيريار بوردر مالتها هذي اللي احنا سميناها promontary of sacram أو sacral promontary فاق وين هاي آلة آلة هم هذول تشوف هاي جزئيتين احنا سميناهم آلة of sacram لا تنسى انو انت عندك شنو عندك فور فورامينة سميناهم شنو سميناهم sacral فورامينة تمام هما موجودين انتيريار سميناهم انتيريار sacral فورامينة زين انتيريار sacral فورامينة بعد شوية حنشوف انو هي تدخل من خلالها شنو او تطلع من خلالها شنو انتيريار رماي of sacral nervous عندك موضوع جدا مهم اللي هو pelvic surface للسكرم تمام هذا يحبونا والله في العمل والم سكيو تمام يا surface هذا هذا surface اللي ماشي هذا surface اللي شوية relations واول relation اللي هو alla of sacram وين هي alla of sacram هي انا هذه alla of sacram شوية structures عندنا انا جمعت لك اياها بكلمة لويس هناخذ اول حرف من كل كلمة عندك مثلا L اللي هو lumbosacral trunk هذا نير تمام جدع عادة اللي نسميها طالع من L405 اسمها شنو lumbosacral trunk هذه بالنسبة لحرف L بالنسبة لحرف O هذا نير آخر اسم obturator nerve اسم النير شنو obturator nerve هس شوف ك بالصور عندك I هذا artery اسم ilio lumbar artery جاي من الوين artery هذا يروح iliac bone وكذلك lumbar vertebra اسموها ilio lumbar واخر اسموها Sympathetic chain أو Sympathetic trunk هذا همينا nerve اذا اول ثلاثة هم هذول نيرفات واحد artery شوف شوف ايا اهن بالصورة هيا هس هذي آلة of sacram تمام عندنا obturator nerve زين عندنا lumbosacral trunk وعدنا هذا الشبير اللي احنا نسميها شنو Sympathetic trunk زين وعدنا artery وحيد اللي اسمه ilio lumbar artery زين اسمه شنو ilio lumbar artery نجي على other structures شوية viscera عندنا وعددهم هم ثلاثة زين احشاء يعني اثنين اثنين متعلقة بالقولم والثاني اللي احنا نسميها rectum او shirt فشوف اختصرت لك اياها بكلمة قمر زين بس احنا القمر بالعراقي من سميه قمر نسميه gommer تمام ف gommer تمام فيلا ويايا خلينا نشوف القمر هذي شنو بالنسبة اللي pelvic surface للسكرم عندك colon هذي القولون بالعرب اللي احنا نسميها يسموها pelvic colon او يسموها اسم ثاني sigmoid colon تلاقي هذا اتاجد على upper two species تمام او اول جزئين من الفقر او من العظم اللي هو s1 تمام و s2 منه هذا القولون اللي اسمه شنو pelvic colon يعني هاسا لو فرضنا انه هذي سكرم زين خلينا ارسم لك اياها لو فرضنا هذي سكرم ف colon هذي او اللي احنا نسميها sigmoid colon او pelvic colon تلاقي تلاقيها جاية واصلة على اول فقرتين هذي واحد هذي الثاني زين وعندك شي ثاني وياها همنا تكون بنفس المستوى اسموها meso colon meso colon meso colon هذي عبارة عن غشاء تشوف هذي الغشاء الغشاء هذا يربط لك colon posterior abdominal wall ما علينا منها يعني هذا همنا ياخذ لك اول اثنين من pieces أو pieces of the sacrum فشوفوا اياها هنا قاعد يقول لك pelvic meso colon هذي تكون على ميديا لم ل colon هذي اللي شفناه قبل شوية وتكون شكلها inverted معكوس يعني اهم شي انه تعرف هو شنو هي attach لين mask بشنو mask ب upper two pieces تمام اول جزئي من الفقر اذا colon و meso colon تمام اثنين 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 ب upper two pieces عما بالنسبة للrectum اللي هو نسميها الشرج تمام أو منطقة شرجية هذي هيا شوفوا ايا هيا هذي الشرج أو منطقة شرجية اللي احنا نسميها rectum هذي النزلة جوه جوه منه عندي آخر ثلاث أجزاء تمام ثلاث أجزاء من الفقرة فهي related to lower three sacral vertebrae اذا go mar تمام go mar تعال خلينا نشوف هذه structures اللي اخذناهم مرة ثانية فأول شي اللي عندي هيا هذه surface اللي احنا سميناها pelvic surface مثل ما تلاحظ عليها تشوف المهم هذي كان عدنا Alla of sacram اللي هي هاي الجزئية ف Alla of sacram هذي لو جينا ناخذ شوي structures اكو related الى تمام حتى بس نشوف structures هذول شوف ويا يركز شنو هذي structures قلنا لك عندنا trunk كبير جمعناها حتى ب لويس هذا اسمه lumbosacral tract تمام trunk هذا جاي منين مثل ما تشوف هذي lumbar vertebrae وجاي على السكرم سميناها trunk كبير اسمه lumbosacral trunk اللي هو هذا شنو عندي بعد عندي حرف O O كانت obturator nerve obturator nerve هيا هو هذا nerve شوف جاي لون هذا nerve شايف هذا الفورمن هذا الفورمن بها عضل obturator internus مصر يسموها فهي تروح تغذيها هذي حرف O اما بالنسبة ل I I سميناها iliolumbar artery اللي هو هذا l-artery شوف l-artery هذا طالع برانشات مالتها جزء منها هيانا ركز ويايا تروح لين l-iliac bone هيانا هذه iliac bone وجزء الثاني منها تروح لين l-lumbar vertebrae هيانا هذه l-lumbar vertebrae سميناها iliolumbar artery عندك آخر شي sympathetic trunk اللي هو اسح آخر حرف من لويس تشوف هذي مفروض توصل لحد هنانا بس آخر قاسها لان هي ما اجت ويايا هذه بالنسبة l-structures related to sacrum تمام طيب شنو كان عدنا بعد كان عدنا visera عشاء تمام عشاء اللي موجودة في البطن هم related to sacrum شنون بلا عندك هذي هذي السيغ moid colon نسميها تشبه حرف ال-S colon تشوف هذا الغشاء قلت لك هو غشاء اثنين اطم هذول لو نلاحظ عليهم جايين قدام هذي S1 و S2 upper two pieces تمام او upper two pieces اول جزئين من الفقر من هذي هذي sigmoid colon وهذه الجزئية او الغشاء سميناها meso colon زين عندك ايضا جو colon عندك هذي الجزئية منطقة شرجية شوف خلاص بعد واصل منطقة الشرج ومنطقة الشرج هذي relation multi تكون شنو اخر ثلاث اجزاء من الفقر شوف خلينا اوضح لك بعد اكثر هيا هذي واحد اثنين ثلاث تشوف من نبادي هذي فالمهم هذي كلها اللي سميناها viscera تمام تكون قدام pelvic surface شنو كان عندك بعد كان عندك اشياء ثانية راح يشوف ك بس مو هنا طبعا في مو الآخر عدنا three visas همين related الى و نيرفات عدنا بالنسبة لthree visas هذي سؤال جدا مهم في MCQ والعمل همين نفسي شي صراحة انا همين اختصرت لك بكلمة لمس تمام بكلمة لمس L M SS هذه كلها الى تفسير شوفوا ايا اول شي بالنسبة ل L حرف L هذي lateral sacral arteries يعني artery عندك على السكرم جاية شوف لهاي الصورة على ناحية lateral للسكرم سميناها sacral arteries lateral sacral arteries هذه اول نقطة ثاني شي عندك شنو M حرف M حرف M يقول انه في السكرم همن على pelvic surface من النص هيت شي عندك artery اسمه شنو اسمه median sacral artery وليس medial لا median بالنص صغير بالمركز زين هذي حرف M و اس هذا زين حتى بس ما تنسى انه lateral sacral عندك و medial sacral عندك و آخر شي الاس هذا اللي هو superior rectal superior rectal artery artery زين يجي على منطقة rectum أو منطقة هذه اللي احنا نسميها منطقة شرجية زين فهذا الارتري اسمه شنو superior rectal artery مثل ما تشوف موضح لك بالصور فاذا مراجعة سريعة يلا اذا lateral sacral artery هذه ventral sacral phoramina تدخل ventral sacral sacral phoramina اللي موجود عندك على ناحية right و left كلها مزدوجة طبعا عما median هذا لا تكون لوحد لأنه مثل ما شفناها ما شف النص عندك superior rectal artery هذه همنا تكون على ناحية right و left آخر شي اللي عندك ال foramen اللي قلنا لكم تطلع منها four sacral nervous وهذه نسميها شنو ventral remain of upper sacral nervous همنا على ناحية right و left تشوف هذي foramen 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 كم foramen صارت عندي أربعة من كل foramen تطلع شنو تطلع sacral nervous سميناهم sacral nervous تعال هنا خلينا نشوف arteries اللي ويانا أو pieces اللي ويانا وهي النيرفات النيرفات خلاص ما يحتاج أقول لك هم أربعة يطلعون من هذه الفراغات من foramen هذول تمام سميناهم sacral nervous طيب عما الويزز اللي عدنا هم كم واحد شنو ثلاثة أولها مثل ما تشوف داخل لين هيا أنا داخل لل foramen foramen اللي داخل لها artery هذا مثل ما تلاحظ وتشوف هو صاير laterally صاير باتجاه بر لذلك هذا artery سميناها شنو سميناها lateral sacral artery ماشي على sacral بس من ناحية lateral وهذا الارتري اللي احنا سميناها شنو هيا هاي بالنص شوف ايا زين هذا الارتري احنا سميناها medial sacral artery اللي احنا جمعناها بكلمة لمز إذن lateral و medial و s اسم sacral جاند زين هذي شنو هذا هو اللي سميناها منطقة شرجية أو rectum rectum هذا مثل ما تشوف همي نازل عليها فيزل زين تشوف rectum هو كبير فالبيزل اللي نازل عليها مثل ما تلاحظ من فوق فسميناها superior rectal artery تمام superior rectal artery سميناها هذا بالنسبة ل pelvic surface relation تمام نجي على lateral surface اللي هو ثاني surface اللي وي انا lateral surface وين هذا surface دكتور شوف ركزلي على هذه السكرم وهذا lateral surface مالت تشوف هذه كلها نسميها lateral surface طيب lateral surface مثل ما تشوف يشبه لل ear تمام كأنه اذن حتى يسمون اسم جميل يسموه auricular surface تمام هيا اسم شنو اسم auricular surface اسم الثاني مالت lateral surface لان هو اصلا هم يسوي لك joint وي ileum مثل ما ذكرنا لكم يكون لك joint جديد اسم sacroiliac joint مثل ما تلاحظ هيا هذي sacram وهذه ileum فهم التقوا وي بعض سوو لجoint اسم sacroiliac joint قاعد يقول لك عندك area زين وهذه area تعتبر شنو rough area وين صير هذه بالضبط بالضبط دعونا امسح لك هنا هذه الجزئية هذه تقريبا هنا بالضبط يعني لو شفنا على الجهة الثانية بهذه المنطقة تصير من sacram وراها ونحية lateral هذه area تنطينا attachment ligament اسمها interosseous sacroiliac ligament زين تشوف هذه ligament هيا ligament جدا واضح اسمها sacroiliac ligament بس sacroiliac ليش سموها interosseous interosseous سموها لانه ما بين عظمتين هاي عظمة وهذه عظمة زين وهي قاعد على شنو او تربط لك joint اللي اسمها sacroiliac joint عما بالنسبة لآخر جزئية اللي نحن نشوف هنا وهي صايرة تحت ركز عليها هيا هذه الجزئية اللي نسميها narrow lower part من sacrum في spine of ischium وجزء الثاني رايح لين رايح لهذا sacrum سميناها شنو sacro spinous ligament وعندك لقمت آخر اسمها sacro tuberous ligament نسبة انه هي ماسكة في ischial tuberosity ورايح تمسك وين رايح تمسك في sacrum مثل ما تشوف لانه هذه اللقمت جدا واسعة وجزء منها حتى ماسكة في الكوكسيك وعندك ligament آخر ما جايبين صورته هنا اسمها شنو posterior sacro iliac ligament تعالوا خلونا نشوف lateral surface وين هذه surface هذا surface اللي احنا شفناها شوفوا ايا هذا surface كل احنا نسميناها lateral surface باللون الوردي هذا surface مثل ما تشوف صير مغض شكل الاذن او نسميها اسم ثاني auricular surface auricular surface هذا من فوق ومن وراء ومن تحت تنطيك شوية attachments تمام يعني الوجين احنا نشوف ها من فوق تمام مثل ما قلنا لكم تسوي نا joint هذا joint اللي اسميناها sacroiliac joint صح له لا طيب هذه اول نقطة نقطة ثانية قلنا لكم وراء اكو عدنا rough area اللي هي هاي جزئية تمام شوف ايا وراها بالضبط اكو شوية rough area area هذي تنطيك attachment attachment ل ligament اسمه inter osseus sacroiliac ligament شوف ايا هذه اللي جميع راح اشيلها جواها لقيت هذه اللي شفت هذه اللي رابط لك من ومن رابط لك الاثنين مع بعض ال ilium بال sacrum سميناها شنو ما بين العظمتين زين هذه اللي سميناها والله inter osseus sacroiliac ligament زين ايضا عندك lower part زين او خلي نقول من نفس الناحية شوف لو نزلنا جوا بس هاي انا هذه lower part مالتها narrow lower part بس على ناحية الثانية هنشوف شوية ligaments ligaments هذول اسمائهم شنو مثل ما تلاحظ هاي انا هذي اول ligament اللي ويانا اسمها sacro spinous ligament ما صكلك بس sacrum مثل ما تلاحظ وفي spine of ischium وهنا عندك sacro tuberous ligament ما صكلك في ischial tuberosity من ورد تبين احسن وايضا ما صكلك من اتاجمت مالتها في sacrum زين طيب اخر ligament اللي ويانا قلنا لكم اسمها posterior ligament يسموها وهذه ligament تشوف هي من فوق ومن تحت تقريبا بس هي اكثر شي ما من جو زين هاي هذا اسمها posterior sacro ligament نأتي على dorsal surface dorsal surface هذا عكس منه عكس anterior surface او pelvic surface هذا كان يصير concave و smooth اما هذا convex و rough زين هذا احنا دنشوف sacrum هذا منظر من ورا او كي مثل ما تشوف rough صير ليش مجموعة tubercles موجودين به راح نتذكر هم بعد شوية قاعد يقول لك ايضا تشوف الفتحات او الforamens الforamens هذي احنا نشوف من قدام سميناهم anterior sacral foramamena اما هسا لما نشوف من ورا بس بدل anterior بالposterior ازين او بدل ventral بالdorsal فسميناهم شنو for posterior dorsal sacral foramena على ايج سايد عندك لو تذكر شان يدخل من هذه الforamens في الانتيرير ذكرناهم lateral sacral arteries و for sacral nervous هذا احنا لما نحن نحن ونقول من قدام اما من ورا لا هو دخل من قدام فاكيد هذا يطلع من ورا اذا دور sacral foramina هذا ينطيك exit for sacral nervous lateral sacral arteries تمام عندك كريستات كريست معناها شنو معناها اللي احنا نعرف يعني bruise تمام بروزات هذه تكونت شلون شوفوا بروزات تصير بالطول شوفوا هذا بالبداية اقول انه هذه الفورة من زمالتنا زين الفورة من زمالتنا هو اللي يحدد لنا هذه الكريستات يعني اول فورة من اللي قاعد تشوف ها بصفها اكو بروز لو قربت لك بعد اكثر ستلاقي بصفها بروز جزء بارز تمام هنا اهمنا نفس الشي تشوف هذا البروز ويهذا البروز يتحد ويهذا البروز يتحد ويهذا يتحد على طول السكرة موجودة فيكونوا لي شيء اسمها كريست كريست هذا اسم الكريست اللي هسا نشوف ها بالضبط خلي هيتش ارسم لك حتى تبقى عارف ها زين واشوف ك بعد شوية هذا باللون الازرق نسميها انترميديات ساكرال كريست طيب دكتور ليش سميت انترميديات تعالوا ايا هذا الكريست صير ميدييلي للفورامن هيا هذا فورامن وهذا الكريست الى ميدييلي ليش هو دكتور اهمينا اكولاترالي لالفورامن همينا كريست عدنا اي هيا هاي 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 البروزات بروز متحدوية البروز مسوي لكريست هاي هذا اسمه نسميها لاترال ساكرال كريست لو تلاحظ هنان همينا زين هاي متحدين ويبعض مسوين ليا كريست اسمها لاترال ساكرال كريست وهذا تصير بالنص اسمه شنو هاي لو تلاحظ هذول يسموها بروز شوكي هذول يتحدون همينا ويا بعض لكن بالنص النص هذا احنا نسميها ميديان فهذا يكون اسمه ميديان ساكرال كريست اذا هذا كان عدنا بالنص سميناها ميديان ساكرال كريست اللي لاترال سميناها اللاترال ساكرال كريست واللي ما بين تمام وما بين اللاترال وما بين الميديان سميناها شنو انترميديات يعني بالضبط على هذه المنطقة هذي اسمه انترميديات تعال نقل نفس هذه السالفة يلا ويايا اذا قاعد يقول لك تيبيركل في ميديان بلان زين بروزات اللي موجودة في النص هذول نحنا سميناهم سباينوس تيبيركل هما هذول تمام خلينا نمسحة حتى اذا اشرت اقول لك هما هذول هذول سميناهم سباينوس تيبيركل فبالتالي قاعد يقول لك هذي موجودة وين في الفيوز سباينز لساكرال فرتبري وبالتالي هما يكونون ويا بعض شنو كريست اسمه ميديان ساكرال كريست تيبيركل اللي صيرين ميديان لبوستير ساكرال فورام نسميهم شنو هذي تيبيركل اسمهم يسموها ارتكولار تيبيركل وهم موجودين في فيوز ساكرال ارتكولار بروسسس وهم يكون لك شنو مثل ما قلنا لك انترميديا ساكرال كريست زين هذي اللي بالنص تصير ميديا لإلى اوكي اما بالنسبة اللاترال عرفناها لترال ساكرال كريست وهذا يكون لترال ل ساكرال فورام ويسمونها حتى ترانسفيرس تيبيركل تمام ترانسفيرس تيبيركل هذي موجودة وين موجودة في فيوز ساكرال ترانسفيرس بروسسسس واتحادهم ويبعض فورم توقذر شنو لترال ساكرال كريست شوفوا اياه هنا هم منه لو حبيت البروزات زين هو صايرة في النص اللي احنا سميناها سباينوست تيبيركل اللي كان يكون لك بالنهاية ميديان ساكرال كريست تشوف البروزات هاي لو تلاحظ عليها شلون جزئية بارزة هذي سباينوست تيبيركل تشوف كلهم متحدين ويبعض هذي جزئية الخضر هذي هس نسميها ميديان ساكرال كريست عفوا مو تيبيركل اما اللي عندك هاي هاي فورمان زين هاي 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 فورمان ميديا اللي الى هذا اسمه شنو انترميديات لانصير ما بين اثنين من الكريست انترميديات زين اما لاترالي ناحية بره يعني هم كتبت ميديال ما ادري شبي ويا الميديال زين لاترالي عندي بروزات مجمعين ويا بعض كلهم سميناهم لاترال ساكرال كريست هيانا هاي هاي انترميديات زين وهذا اللي هاي سميناهم ميديا ساكرال كريست عدنا الساكرال كنال هذا تمام تعتبر عدنا وين بالضبط في دورزال سيرفس هيانا هاي دورزال سيرفس هاي القناة مالتنا هو قدام منه يصير قدامه يصير S1 تمام وتعتبر القناة هذه هي lowest part من vertebral column لأن تعرفون vertebral column عمود الفقري على طول الفقرات احنا عدنا شنو قناة تمشي بيها منو تمشي بيها spinal cord فهي هذي اخر جزئية من القناة هذه اللي احنا نسميها vertebral canal طيب قاعد يقول لك اول معلومة الها begins هي تعتبر triangular opening ورا منو تصير ورا body of S1 او نسميها first piece of sacrum وتنتهي وين تنتهي عند فتحة والفتحة هذه يسموها opening هذا يسموها sacral hayitas hayitas معناها opening تمام اذا بدت بال S1 هايانا نزلت لحد شنو sacral hayitas وطبعا sacral hayitas هذا يكون مكانة وين ورا بالضبط last piece من السكرم اللي هو يعني S5 خلاص احنا قلنا لكم سكر الكنال هذي تنتهي في السكرم فاذا هي بدت من S1 لحد S5 تمام سكر ال hayitas هذي من ناحيتين من الجوانب بيها two projections بروزات اثنين بروزات اثنين نسميهم شنو شنو شوفوا ايا هايانا هسا هذي الفتحة مننا عندك بروز ومننا عندك بروز يسموها سكرال كورنو تمام مثل قرون طالع لهذه الفتحة زين على ايج سايد موجودين تعال خلينا نشوف سكر الكنال دا تشوف القناة هيا جدا واضحة هو شكله مثلت صاير ها هذي سكر الكنال سكر الكنال قدام بتضبط منعكو واني ياريت له شوية شنت مرجعها لي ورا شوفوا ايا هايانا سكر الكنال قدام منه هذي هذا S1 تمام فاذا هي بدت من S1 نزولا تمام نزولا لحد وين تنزل لحد اخر جزئية من الفقرة اللي هي هذي نزين اللي هي هذي تعتبر منه هذي S5 هايانا لما تنزل تحت شوف شي سويلي سويلي فتحة جديدة هذه الفتحة خليني اجيب لك اياه بالصورة الثانية هايانا هذه الفتحة اللي قاعدة تشوفها هذه الفتحة نسميها شنو نسميها سكر الهيتس اسمها شنو سكر الهيتس اذا بدنا من فوق هايانا هذه فوق الجزء الوردي هذا اسمها سكر الكنال زين فتحة سوتلي من تحت باللون الاخضر هذا اللي قاعدة تشوفها اسمها شنو اسمها مثل ما قلنا ساكرال هييتس تمام اوبنينج ساكرال هييتس يعني ساكرال اوبنينج زين اللي كان يدعمها تمام منه هذا عندنا اثنين قرون تشوف على هاي الجهة وعلى هذه الجهة زين اسمها شنو سميناها ساكرال كرونة شوفوا واحد من اهم الاسئلة اللي ممكن تنسئل بها اللي هو كونتنس لساكرال كنال القناة هذه بها محتويات يعني اكو سراكترز داخلين جواها اولها عندك سباينال كورد تمام سباينال كورد اللي عندك هذا مغلف بعدة اغلفة زين عندك ديورة واراكونايد متر وعندك هامينة باياماتر زين على العموم ما بين الديورة واراكونايد متر هذه الاغلفة اكو اسبيس يسموها سب اراكونايد اسبيس هذي كلها تأخذها بعدين في السين اس تمام هذا الاسبيس هذا الفراغ يحتوي على سائل المخ زين والحبل الشوكي يسموها سريبرو سباين والفلود تمام سمع شنو سريبرو سباين والفلود او يسموها سي اس اف اذا هذا يكون جو الساكرال كنال وطبعا هذي الغشاء والجماعته كلها تنتي عنده شنو عنده اس ستو تمام اللي هي احنا نسميها second piece of the sacrum نقول اس ستو خلاص هذي اول جزئية ثاني شي عندك شنو اكيد ما تنساهم اللي هو روت لساكرال نيرفز اللي هما خمسة اللي هيطلعون من ساكره وكذلك وياها كوكسيجيال نيرفز اللي هي تكون زوج واحد زين واكو شي اسمها كاودا اكواين يسموها زين همين يكون موجود جو الساكرال كنال عندك خيط رفيع تمام يسموها فيلم تيرمينال وهذا عبارة عن خيط مثل ما قلنا لكم فيبرس ثريد تنزل من شنو ديسينز از اكستنشن من بايامتر بايامتر هذا هم من جماعة الأخشي اللي تغلف لك سباينال كورد تمام هشوفك هاسه صورتها شي بسيط يعني تنشاف زين في نهاية في نهاية السفلية سباينال كورد تمام عندك شنو بعد عندك مجموعة من الارتريز والفينز الارتريز اللي عندك هي مجموعة من الارتريز تكلمنا عنهم اللي يسمهم ساكرال ارتريز زين اللي هو يكون هذول على جهتين وكذلك عندك شبكة تمام شبكة من شنو؟ شبكة من فينز موجودين جو هذه القناة سمعناهم داخلين على هذه القناة سمعناهم هذي مو بس موجودة في هذي ساكرال كنال لا هذي موجودة على طول القناة اللي موجود في البرتبرال كولوم تمام؟ لذلك سمعناهم انترنال فيرتبرال فينز بلاكسس وبها نوع من كونكتشو اللي نسميها لوز اريولر كونكتف تشو عندك هذا محتويات شنو اللي يطلع من هذه القناة اللي يطلع من هذه القناة يعني مننا هم هم نفس سؤال شوفوا يا ساكرال نيربس يعني آخر زوج من S5 وكوكسيجيال نيرب وياها فيلم ترمينال تمام؟ وين هي فيلم ترمينال؟ شوفوا يا هذه وهنا وهنا هذول اثنيناتهم نسميهم كوكسيجيال نيربس تعال خلينا شوفك فيلم ترمينال والبايا وجمعتها هذا بالبداية تمام؟ هذا الغشاء تكون من ثلاث طبقات ديورة متر واراكينويد متر وبايا متر ما بين ديورة واراكينويد أكو اسبيس قلنا لكم اللي تلف بها وتكون موجود بها السائل سيربو سباينال فلود سميناها هايانا مثل ما تلاحظ احنا شلنا القناة هنا زين حتى يعني شلنا جزء منها حتى نشوف شنو اللي داخل بها عندك هايانا اس وان وثو ثري فور لحد خمسة وهذه كوكسيجيال نيربس وهذا هو الخيط اللي احنا سميناها تمام؟ خيط رفيع من الفايبرز جاي من بايا متر طبعا فهذا اللي سميناها شنو؟ سميناها فيلم ترمينال تمام؟ فيلم ترمينال هو يكون موجود جو القناة ومنطينا همنا المخرج مالتها شوف لي هنا هايانا هذه السكرة وهذه القناة مالتها خلينا نرجع الشفافية مالتها حتى تشوفها شوف القناة قناة داخل بها مجموعة تمام؟ نمسكهم واحد واحد مثل ما ذكرناهم بالمنزمة اول شي كان عندك شنو؟ شوفوا اياه هذا شنو؟ هذا غلاف تشوف غلاف لمنه دكتور؟ الدكتور هذا غلاف لحبل الشوكي زين اللي احنا نسميها ديوره هذا ما بينها وما بين غلاف الثاني اللي هي بايا وحتى عندك أراكنويد بيها شنو؟ بيها مثل ما تعرف اسفيس والاسفيس هذي تمليها شنو؟ مثل ما تشوف هايانا واضحة جدا زين؟ تمليها السائل اللي يسموها سيريبرو سباين والفلود تمام؟ أو سيريبرو سباين والفلود هذا مثل ما دنلاحظ داخل وين؟ شوفوا اياه؟ هايانا هذه القناة مالتنا داخل بيها خلينا نقشر على القناة حتى بس تكون عندنا واضحة زين؟ هايان هذي قناة زين؟ مثل ما دنشوف هم داخلين بيها طيب هاي اول ثاني شغلة شنو كان عندنا؟ مجموعة من النيرفات لو نركز عليها مرة ثانية شنو هذا جواها؟ جواها اكو لون اصفر دتشوف دتشوف لهذا لون الاصفر مجموعة من النيرفات هاي كان روت لسكرالنيرفوس همينا داخلين للكنال هذا اضافة الى اخدنا شنو؟ كوكسيجيل نيرفوس نيرفوس هاي الكوكسيجيل شوفوا اياه هايانا هم هذولي زين؟ يكونوا موجودين في القناة همينا دتشوف طيب شنو عندنا شان؟ عندنا آرتريز آرتري هذي اللي احنا سميناها لترال سكرال آرتريز شوفوا يا اخي هياه هذي آرتري خلينا نسوي الـ others فايد دتشوف البرانشات مالتها رايحة لون؟ دتشوف خلي اسويلك آآ آآ royalty للموضوع حتى بس تشوفها ازين؟ شوف هذي كلها برانشات برانشات مالتها همينا موجودة وين؟ هاذاء lagrochi موجودة في sacral canal اوكي فهذه همينا تعتبر من محتويات شنو؟ من محتويات اللي احنا سميناها آآ آآ مرحة م public سكرالمكن ادخل من وراء همينا تبين بعد اكثر إذا إحنا سويناها شفافة تشوف مجموعة Arteries لونهم أحمر داخلين للقناة هذه همينا واحدة منها طالعة هيا زين طيب شنو عدنا بعد اللي عدنا vein سميناهم هيا مجموعة شبكة من ال veins همينا داخلين للقناة هيا لو تلاحظ عليها هذا اسمه شنو اسمه Anterior Internal Vertebral تمام Venus Plexism هيا راح أقرب لك بعد أكثر شوية حتى بس تشوفها وأرجع لك هذه خلي حتى نشوفها شنو داخل لجوة الكنال هذه همينا من محتوياته كان عندك خط رفيع صغير زين سميناها FileM Terminal وين هذا الخط زين لتشوف هذه امتداد من extension من بايمتر اوكي نازل غلاف اسمه بايمتر ونازل منها هي تش خيط هذا سميناها شنو FileM Terminal طيب انطينا المخارج مالتها مخرج مالتها هينا هذه السكر الهيتس مثل ما دا نشوف طالع منها أولها FileM Terminal هي كانت محتوى مالتها وهم منها طالع منها اللي هي هذا الخيط نفسها إضافة إلى هايانا هذه النيرفات لكوكسيجية لنيرف سميناها زين تنزل على الكوكسيك وعندك آخر نيرف لآخر فقرة اللي هو لS5 سميناها شنو سميناها 5th sacral nerve هذا هم انها تنزل وتطلع من الفتحة اللي تنطينا يعني المخرج لهذه الفتحة شكرا